موسيقى مادة الرواية مادة جديدة عليكم ما أخذتوها بالمراحل السابقة وهي مثل ما ذكرنا بالفيديو السابق هي مادة بديلة لمادة الشورت ستوري اللي هي القصة القصيرة اللي أخذتوها بالمرحلة الأولى والثانية بس مادة الرواية حتكون أطول أكيد لأن الرواية أطول من القصة راح تاخذون روايتين على طول السنة اللي هم مرتفعات وذرينج وذرينج هايت ومن أفضل الروايات اللي شفتها حرفيا كلش حبيتها واستمتعت بدراستها ومشاهدتها وبقيت أشوفها حتى وراء ما تخرجت ويمكن أذكر الفيلم موالتها شفتها أربع مرات لا مو أكثر كلش ممتعة ومن خلال الفيلم راح تفهمون كل شي دور بالرواية طبعا الفيلم راح أخليكم ياه بنهاية الفيديو والرابط ما للفيلم أيضا راح أخليكم ياه بصندوق الوصف وإذا تحبون أحكي لكم عن الرواية بالفيديو القادم اكتبوه إذا حبيتوا الفكرة هحكي لكم عن الشخصيات اللي بيها والأحداث المهمة الرواية الثانية اللي هي بعنوان هارد تايم أيضا رواية هارد تايم حلوة وممتعة وسهلة بنفس الوقت يعني تحليلها بسيط وفكرتها معروفة أيضا الفيلم موالتها إذا تحبون تشوفونا فرح تلقونا بصندوق الوصف هارد تايم أما بالنسبة لمادة الدراما فهي كلش طويلة أيضا راح تأخذوا مسرحيات اثنين على طول السنة المسرحية الأولى راح تكون بعنوان هاملت ونقدر نقول أنه مسرحية هاملت هم كلش من المسرحيات اللي حبيتها أنا وأدرسها بس بقد ما حبيتها بقد ما بيها تحليل وأسئلة يعني أحسها شوية معقدة من ناحية الدراسة والتحليل بس الفيلم مالتها كلش ممتع وحماسي بس نهايتها حتكون كلش حزينة وأنصحكم كلش تشوفونا قبل لا تبدون بدراسة لأنه إذا درستوا بدون ما شفتوا الفيلم يعني ما راح تفتهمون كلش من القصة طبعا على فكرة رواية وذرينغ هم نهايتها حزينة اللي ذكرناها بالنوفل كلش حزينة وتقهر فيلم هاملت المطلوب من عدكم واللي شفتها أنا يعني لما نتونت أدرس أيضا راح تلقونه بصندوق الوصف ورا ما تكملون الفيديو حددو لكم وقت يعني أنتو مثلا اليوم راح أشوف هاملت اليوم راح أشوف وذرينغ هايتس اليوم راح أشوف هارد تايم وأنصحكم أنه تاخدون ورقة وقلم على مودة استجلون الملاحظات المهمة أولا بالبداية بس شوفوا يعني إذا تريدون تشوفونا أول شي بالبداية كفيلم يعني هي شي تستمتعون به ومن ثم بالدراسة لازم يعني تاخدون ورقة وقلم وسجلون الأشياء المهمة المسرحية الثانية من مادة الدراما اللي هي بس راح يتسل ليلة الثانية عشر 12th night مسرحية أقدر أوصفها أنه هي مضحكة وحزينة بنفس الوقت دراما سعيدة أحداثها ملخبطة يعني بس هي بالنهاية أقدر أقول عنها تافحة بالنسبة للمسرحيات والروايات البقية راح تتعجبون من كلامي أنه هي حزينة ومضحكة ودراما وسعيدة وتافحة بس أكيد من راح تكملون مشاهدتها ومشاهدة فيلمها راح توفقوني الرأيي وأيضا الفيلم ما التويلث نايت راح يكون بي الوصف ورح أنزل لكم أغلفة الكتب على قناتي بالتليجرام هاي قناتي بالتليجرام اللي حب يشترك بيها يعني أقدر أساعدكم بيها إذا عندي ملزمة مثلا تفيدكم لكل المراحل أغلفة كتب شورت فيديوز يعني تفيدكم لمعلومات اللغة الإنجليزية وأيضا هذا حسابي على الانستجرام إذا تحبون تتابعونا هم ننزل علي هناك مصطلحات مهمة خاصة باللغة بس خلص الفيديو اللي هنانا حبون نسويها فكتبوا لي بالتعليقات على مد أصير يعني على الطلاع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة